أكد الوزير الأول الموريطاني محمد ولد بلال مسعود مساء أمساء الأربعاء أن الدولة لن تتدخر جهدا للمساعدة في تنظيم الانتخابات التشريعية والجهوية والبلدية التي ستجرى في الثالث عشر مايا مقبل في أحسن الظروف وأضف المسؤول خلال اجتماع مع حكماء اللجنة الموريطانية المستقلة للانتخابات أن هذه الاستحقاقات تتميز بتعدد الاقتراعات وكثرة اللوائح المرشحة وتشعب الطيف السياسي المشارك وسبق للجنة المستقلة للانتخابات أن أعلنت أن عدد الأحزاب المرشحة للوائح بلغ خمسة وأربعين بما مجموعه مائة وخمس وأربعين أو أربعون لائحة للتنافس على رئاسة المجالس الجهوية وألف وثلاثمائة وأربع وعشرين لائحة تقدمت للمشاركة في الانتخابة البلدية